ميد بريس تقدم أبرز العناوين واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتوصلك بالجديد يوميا خليلوزيتش يضم لاعبا جديدا لمعسكر الأسود استدعى الناخب الوطني واحد خليلوزيتش لاعبا جديدا للالتحاق بالتجمع الإعدادي للمنتخب الوطني المغربي بمركب محمد سادس لكرة القدم ويتعلق الأمر بزكريا البيض لاعب فريق آيكس أمستردام الهولندي وذلك استعدادا للمبارتين التي ستجمعانه يومي 13 و 17 نومبر 2020 بمنتخب إفراقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مؤهلة لكأس إفراقيا للأمم ومن جهة أخرى وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عبر رسالة على الطلب الذي تقدمت به جامعة الكرة بخصوص مشاركة لاعب زكريا أبو خلال مع المنتخبات الوطنية المغربية بدلا من نظيرته الهولندي تطبيقا للقرارات الأخيرة الخاصة بقانون لاعب وتغيير الجنسية الرياضية تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي يمتلك في رسيده أربع نقاط بعد تعادل مع موريطانيا وفوز على بوروندي في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكان الكاميرون بالفيديو شاهد حاكيم زياش في طريقه إلى المغرب للالتحاق بالمنتخب المغربي نشر النجم المغربي حاكيم زياش ستوري عبر حسابي رسمي على انستغرام توتق لحظة شده الرحال سوب المغرب رفقة زكريا البليد للالتحاق بمعثكر المنتخب المغربي ويظهر زياش مع زميله السابق في آيكس أمستردام حيث يستعد للسفر سوب المغرب بعد خوضهما مبارايتهما رفقة أنديتهما نهاية الأسبوع الماضي ويتواجد زياش والبيض في قائمة المدرب وحيد خاليلوزيتش استعدادا لملاقات إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 يومي 13 وال17 نومبر الحالي الرجاء يتعرف على خصمي في الدور الأول لدور الأبطال تعرف فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم على خصمي في الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات لدور أبطال إفريقيا بعد إجراء قرعة بطولتي دور أبطال إفريقيا وبطولة كونفدرالية الإفريقية في مقر الاتحاد الإفريقي قبل قليل وكان الاتحاد الإفريقي قد أعفى عشر أندية من خوض الدور التمهيدي لمسابقة دور أبطال إفريقيا وهي الراجاء والوداد الرياضيين والزمالك والأهل المصريين تيب بيما زينبي وفيتا كلوب الكونغوليين ماميلو دي ساندونز من جنوب إفريقيا وحورية كوناكري الغيني والترجي التونسي ثم بير ميرو دي آغوستو الأنغولية وسيواجه فريق الراجاء الرياضي الفائز ببطاقة العبور للدور الفاصل من المواجهة التي ستجمع فريقي افسي القامبي وتونغوت السينيغالي علما أن مباراة الإياب ستكون في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وكان الفريق الأخضر قد ضمن بطاقة المشاركة في منافسات دور أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروي الجاري 2020-2021 بعد تجويجه بطلة للدور الاحترافي خلال الموسم الكروي الماضي بعد منافسة شارسة مع كل من الوداد الرياضي ونهضة بركان الراجاء يصعد ضد بيساك ويطالب بحقوقه بعد توقيع الحارس لعقد جديد مع أولمبيك أسفي هرسل نادي الراجاء الرياضي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل رفض العقد الجديد الذي وقع حارس المرمى محمد بيساك مع فارق أولمبيك أسفي لكون الحارس وقع عقدا مع الراجاء قبل أشهر من أجل الانضمام إلى صفوف خلال الانتقالات الصيفية وعلمت شوف سبور من مصادرية في الراجاء الرياضي أن إدارة النادي وجهت طلبا إلى الجامعة بخصوص توقيع محمد بيساك لعقدين الأول مع الراجاء وبعدها بأشهر وقع عقدا آخر مع أولمبيك أسفي مطالبا الجامعة بفتح تحقيق في الأمر وأكد المصدى ذاته أن إدارة الراجاء الرياضي ترفض التنازل عن حقوق النادي في هذه القضية وذلك بعدما أخلى بيساك حسب المصدى نفسه بالعقد الذي وقعه مع الفارق الأخضر ووقع عقدا جديدا مع القرش المسفيوي وكان حارس المرمى محمد بيساك من بين العناصر التي يعول عليها الراجاء الرياضي لتدعم صفوف الفارق استعدادا للموسم المقبل غير أن إدارة النادي تفاجأت بعد أشهر من توقيعها لعقد مع الحارس من أجل الانتقال إلى القلعة الخضراء بعد نهاية عقده مع أولمبيك أسفي بنهاية الموسم الماضي بتوقيعه لعقد جديد مع القرش المسفيوي الويداد يتعرف على خصم المقبل في دور الأبطال كشفت لجنة المسابقة التابعة للاتحاد الأفراقي لكرة القدم صباح يومه الاثنين عن مباريات دور التمهيد والفاصل المؤهل لدور المجموعات لحساب منافسات دور أبطال إفراقيا خلال الموسم الكروي الجاري 2020-2021 وكان الاتحاد الأفراقي قد أعفى عشر أندية من خوض الدور التمهيد لمسابقة دور أبطال إفراقيا وهي الرجاء والويداد الرياضيين والزمالك والأهل المصريين تيبي مازينبي وفيتا كلوب الكونغوليين مامي لودي ساند دونز من جنوب إفراقيا وحورية كوناكري الغيني والتراجد تونسي ثمى بريميرو دي أغوستو الأنغولي وتعرف الويداد الرياضي الممثل الأول للأندية المغربية في نهايئات شامبيونس لغا على منافسه في النسخة الجديدة في دور أبطال إفراقيا إتسويجو خلال الدور الفاصل المتأهل من المواجهة التي ستجمع فارقي أنكلو جولد غيني والملعب المالي خلال الدور التمهيد الأول علما أن مباراة إياب سيخوضها الفارق الأحمر بمركب محمد الخامس وتأمل جماهير الويدادية أن يكون ظهور فارقة بشكل مختلف عن آخر مشاركة لا في المسابقة المذكورة بعدما ودع منافسات النسخة الجارية بطريقة مهينة لا تشرف تاريخ النادي الأحمر الذي تواضع أمام الأهل المصري وإن هزم أمامه ذهابا وإيابا في دور نصف النهائي بمجموعة خمسة أعداف لواحد عملية جراحية لأنصفاتي ستبعد عن بارشلونة لأشهر أعلن بارشلونة الإسباني أن مهاجمه الدولي الشاب أنصفاتي سيخضع الاثنين لعملية جراحية وذلك من أجل معالجة تمزق في الغدروف المفصلية لركبتي اليسرى تعرض له السبت في المباراة التي فاز بها فارقه على ريال باتيس بخمسة لاثنين في الدور المحلي لكرة القدم وقال بارشلونة في بيان سيخضع لاعب الفريق الأول أنصفاتي لعملية جراحية اليوم الاثنين لإصابته في غدروف الركب اليسرى وسيقود الدكتور رامون كوغات تحت إشراف أطباء النادي وتابع بمجرد انتهاء من العملية الجراحية سنصدر بيانا جديدا مع نتيجة العملية والمدة التقريبية لغيابه وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية كان أمام فاتي وبارشلونة الاختيار بين عدة طرق للعلاج تقطيب الغدروف المفصلية أو إزالته لكن النادي لم يفحص عن العلاج الذي تم اختياره لكن في كافة الأحوال سيغيب ابنة 18 عاما عن الملاعب لأشهر عدة وأصيب فاتي يوم السبت بعد مرور قرابة نصف ساعة على بداية المباراة ضد بيتس نتيجة خطأ في منطقة الجزاء ارتكبوا الجزائر عيسى ماندي وأصفر عن ركلة جزاء أضاعها الفرنسي انتوان غريزمان ضمن المرحلة التاسعة من الدوري المحلي